مجازر وقتل ودماء رصاص ودخان يملأ السماء بهذا المشهد يصبح ثوار تشرين ويمسون لا يمنعهم الموت من الإصرار على تحقيق هدفهم الأسمى في إسقاط النظام في بغداد المتظاهرون السلميون قدموا أكثر من ألف شهيد ونحو سبعة عشر ألف جريح في بغداد والمحافظات الأخرى منذ الأول من تشرين الأول الماضي لتحقيق أهدافهم بإسقاط الأحزاب الفاسدة الحكومة وميليشياتها وأحزابها مجتمعة لم تجد طريقة لمواجهة المتظاهرين العزل سوى الرصاص الحي اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبرت عن استيائها من ارتفاع عدد القتلى في تظاهرات العراق أما مفوضية حقوق الإنسان فقالت إن عمليات استهداف المتظاهرين من قبل القوات الحكومية لم تتوقف بل زادت وتيرتها كثيرا وأن القوات الحكومية المرسلة من بغداد اشتركت بقتل المتظاهرين في مدينة الناصرية وأن قنابل الغاز القاتلة التي تستقدمها السلطات الحكومية في العراق غير مخصصة للتظاهرات المدنية أما الأمين العام للأمم المتحدة فقد أعرض عن قلقه البالغ من استمرار القوات الحكومية استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين وفي تقرير لها عن العراق قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن نظام الحكم في العراق قد بدأ بالانهيار وأن تصرفات حكومة بغداد لم تتعد كونها استعراضا للقوة الغاشمة ضد المتظاهرين في أعقاب إحراق مبنى القنصلية الإيرانية المجازر والانتهاكات في العراق دفعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت إلى أنها ستحيط مجلس الأمن الدولي حول الانتهاكات التي تجري في العراق وأن الأعداد المتزايدة من الضحايا والإصابات في صفوف المتظاهرين وصلت لمستويات عالية لا يمكن التسامح معها تصريحات بلاسخارت تثير تساؤلات فيما إذا كانت المرحلة القادمة ستشهد محاكمات لرموز الفساد وزعماء الميليشيات الذين لا يتورعون في إراقة الدم العراقي من جانب آخر وبحسب صحيفة الانديبندنت البريطانية فإن استقالة عبد المهدي لا تعني الكثير بالنسبة للمتظاهرين وأن مطالبهم تشمل تغيير النظام الحاكم بأكمله وأشارت الصحيفة إلى أن العراقيين يعتبرون أن النظام الإيراني هو المسؤول عن القمع العنيف ضد المتظاهرين مركز جنيف الدولي للعدالة طالب الأمم المتحدة بضرورة إرسال لجنة تحقيق دولية إلى العراق للتحقيق في الانتهاكات المستمرة في البلاد وأن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة دون إدانة دولية يمثل اختلالا خطيرا في نظام العدالة الدولي